موسيقى مساء الخير مشاهدينا مساء الخير أسمح مساء الفل بوثينة وأهلا وسهلا بالمشاهد ألوى فيه وحلقتنا اليوم مباشرة نحو الهدف من خلال طبعا أسئلة كثيرة تجول بخاطر أغلب النساء العربيات وأيضا إجابات مختصرة ومفيدة من ذوي الإختصاص نعم موضوعنا الأول مشاهدين المرأة والحجاب المبرج ولكن قبل أن نبدأ لنرقي نظرة سريعة على مضمون هذه الحلقة حاجة وحيدة إلا إحنا مش قادرين نتخلص من الفنانات المحجبات إلى الآن الاستغناء تماما عن المكير أظن أن المرأة المسلمة أصبحت اليوم في محطة تمكنها من التمرد على هذه القيود التي تشبه النير المرأة كلما كانت منخرطة في مؤسسات تدافع عن حقوق المرأة والحقوق الديمقراطية نراها أكثر نجاة إنما المرأة يلزمها في بعض الحالات غطاء من الصمت واللجوء إلى الرمزية في أشياء كثيرة إذن إن شاء الله حلقة متنوعة كالعادة بمواضيعها السياسية والطبية والاجتماعية بداية فقرة موذتهن وتبرج الحجاب نعم ترتدي للمرأة المسلمة الحجاب تدينا لكننا نلتقي كل يوم مئات المحجبات ألواتي لا يخضعنا لحجاب موحد بل حجابهن يخضع لقناعات مختلفة الملفت حين نصادف إمرأة متبرجة تحول حجابها إلى حجاب عصري السؤال هنا يطرح مباشرة يا أسما فهل الحجاب هو انعكاس لثقافتها وانسجامها مع نفسها أم هو تعبير ديني يمكن تحويره تقرير متابعينا ونتابع الحجاب ليس بالضرورة ديني قد يكون ديني لكن هناك أسباب أخرى شخصيا تحجبت لأسباب غير دينية لأسباب سياسية ووطنية الحجاب كنوع من اللباس الموحد واللي يغطي أجزاء كبيرة من الجسم بغض النظر عن المناخ والطأس قد يضايق المرأة المحجبة التي تتبرج هي فتاة معاصرة جزء من العالم الحديث من العالمي من الثقافة الجديدة وتحاول أن تحافظ على هويتها الثقافية والدينية في نفس الوقت إذن شاهدنا دكتورة مونة فياط في التقرير وهي من تناولت موضوع السجن الجسد بداخل الحجاب وبخصوص هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الفنانة القديرة مديحة حمدي أهلا وسهلا فيك أهلا بك وأنا بداية أشكر قناة الحرة للاستضافة دي وأننا موجودة في بيروت بقلي مدة نورتين حبيثي يعني أنت فنانة محجبة هل تعتبرين حجابك متبرجاً أم لا؟ أسكلمة متبرجة هي حقيقة في القرآن ولا تبرجنا تبرجاً جاهلية بس أنا أريد بداية حديثي معكم حيكون من خلال أننا فنانة محجبة ولست فقيهة أو علمة أكيد أكيد طبعاً بس أنت تعتبر نفسك محجبة أم لا؟ متبرجة أم لا؟ إن شاء الله لا يعني إيه متبرجة أصلاً؟ يعني مكياج ألوان أقول لحضرتك حاجة أكسسوار بالنسبة للمرأة المسلمة ما فيش زي محدد لكن في مواصفات لزي اللي تلبسوا يعني ما يكونش واصف ولا شافف زي الشيفونات والحاجات دي ولا لافف زي الربيهات اللي كنا أهلين يمكن في الصور كتير كانوا بيلبسوها ومتكونش السياب زي شهرة يعني ماش وواو يعني اللي ماشي حتى لو محجبة أو رائحة برضو ممكن الأنف تشمها فتلفت النظر للمرأة احنا بنحمي المرأة الجاهلية ما كانش فيه الجين الإسلامي لكن فيهم كرم فأنا أسفى يعني ممكن قطلت شوية بس عايش أقول أن التبرج بتاع الجاهلية مختلف عن يعني تبرج الحجاب أو عصرنا تحجاب أو عصرنا تحجاب خلينا نقوم العصرنا خلينا نتفق على عصري شيء عصري حجاب عصري أنا عايزة أقول لحياتك حاجة احنا الشعوب العربية يعني الإسلام أو الجينات بالفترة فأبواه يعني يتولد على الفترة يهودانا أو ينصرانا يبقى مسلم على الفترة فهو عارف من حياتك بفترته بيلا ثقافة دينية احنا نفتخذ الثقافة الدينية بمعنى إيه ثقافة دينية مش بس من أننا نأخذها من البيت لأن معظم احنا نتكلم عن الوطن العربي عموما الأجيال اللي قابلي كانت المرأة من سن الثلاثين بتطور زي ما حياتك عاملة كده نوع من الحشمة بس هوية أنا أكثر مش حجاب أكيد بالزبط كده فما ناخدش من الغرب ثقافاته في حاجات معينة ونتركها في حاجات مهمة وأبناءكم والدول الزمانين وغير زمانكم الدين لكل العصور يعني أنا ضد طبعا وأتمنى أن لو كنت أنجبت بنت بس أنا أنجبت ولدين بقول لزوجاتهم أن ما ينفعش أن أنا أبقى محجبة ومثلا لبسة شجامد قوي أو مثلا بضي قصير أو يعني ممكن أسمح لكن هذا يعني أن الحجاب فيه قيد وفيه شرط ولكن معقول فماذا تقولين لأصحاب الرجال الدين الذين يرفضون عصرنة الحجاب فيه قيد كلمة كبيرة لكن مقبول لا فيها تشدد لا تتكلم عن التشدد ولا التشدد أقول لك حاجاتك هو التشدد لا نظرة رجال دين متشددة أنا أقول لك حاجة أولا نحن دين الوسطية ديننا دين الوسط الوسطية المعتدلة السمحة طيب ماذا تقولين للمتشددين المتشددين أنه هذا الدين لكل العصور ما نفعش كلنا هما كمان التشدد يمكن في نقطة معينا برضو أنا بأكد أنا لست بفقية أو علمة اللي هو النقاب لأنه قالوا أن هما كانوا بيشوفوا زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام عند صلاة الفجر بيبدونك كالغرابي بالسود من كتر ما هما بس لستنا كأحد من النساء النقاب درجة من الفضل أو تشبع بزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه ليس فردا واختلاف العلماء رحمة طيب ما هو لو كان فرد هل المرأة اللي بتطوف بالكعبة في شروط إلا تكشف وجهها نعم وفي الصلاة صحيح طيب المرأة كفنانة هل يحق لها ما لا يحق لغيرها بطريقة الحجاب فنانة أو تبرج هقول لحرائتك ما هاتشي يجي نهرب من كلمة تبرج لا في حساسية من تبرج لأتماذكرة في قرآن ولا تبرجنا مع أنه في لها تفسيرات كتيرة دي وجوة لا خليني نتكلم في الفنانة بالدرجة الأولى الفنانة إنسانة يعني أنا أختك وصدقتك وبنت عمك وبنت خالتك واللي في البلد التانية كلنا فيه نوع من الأنساب بنا صداقة رحم أي حاجة فكل الفنانة إنسانة كل اللي عائلية بتعمله أنها ربنا بيكون حباهة بموهبة ما أنه فيه أنواع من الفنون مختلفة أنها هذه الموهبة تستخدم بطريق فيه الحلال وليس فيه الحرم فالفنانة ليه الحاجة الوحيدة اللي إحنا مش قادرين نتخلص منها الفنانات المحجبات إلى الآن الاستغناء تماماً عن الماكير وده إحنا بشوفه حتى الرجال حتى الموزعين بيحطوا لحساسات والكوالنسي بتاع الفيلم بتاع الفيديو أو الكاميرات فبنتطر نوع من إيه يعني عدم إظهار برضو مش عايزة أقول لفظ كبير عيوب التفاصيل نعم نتذكر عبلة كامل كانت غير محجبة سنتغطي شعر هنا بتحط مكياج لا عبلة يعتبر مثل مش كل الأمثال يعني هي حرية هي فيها حرية برضو مش عايزة أستخدم لو صحيحة كليو القيد لكن أكون في إطار المحجبة الملتزمة ولازم المحجبة كمان بتملش لكن نستشفل كما قلتي سيدة مديحة أنه الحجاب ليس قيد يخرج المرأة من عصرها ومن زمانها اليوم لا أقولك حاجة أصلا هو مش تغطية الرأس بس اللي بتفصلنا على العصر يعني برضو دي ثقافة مش لازم نكون يعني أصحابها أنا حاجة بس بنزل واشتغل مدرسة ومهندسة وطبيبة وفنانة وعالمة ومزيعة ومخرق وكل حاجة فالحجاب لا يوقع لقيد إلا في حاجة واحد هيا مثلا لو أنا حخليني يعني ألغولي الشيخ الشعراوي أو الشيخ الغزيل أنا حقول ما قلت فضيلة الشيخ الشعراوي الأول يعني لأنه أول ما استشرته قال لي حلال وحلال انتشرت أول الحكاية دي بعد ما أنا بقالي عشرين سنة محجبة يعني حلال وحلال وحرام وحرام قال لي يعني كوبله قدام حضراتك ده ممكن يبقى ممتلق بالماء يبقى إيه حلال تأملأ إيه ولا عزو الله بالخمر يبقى إيه حرام واضح يعني السكر تقطع به لحم جبن خبز أي حاجة حلال تقطع به يبقى حرام فبس ما يكونش فيها مشاهد يعني مش سيرة وده على فكرة أنا بقوله مش بس الفنانة المحجبة يعني علينا كلنا نراعي يعني الجيل اللي صاحب علينا كلنا نراعي أبغاك تتطلع بالكاميرا وتوجه كلمة للمرأة أو الفتاة الشابة التي تريد أن تلتزم بالحجاب ولكن بشكل عصري أنا بقول لبنتي وأختي وصديقتي أن يكون فيه ثقافة دينية وتقرأ مش ما استألت أنه هو زي عصري أو شافت البنات إلا حواليها الجيران لابسين أو في الجمع لازم تعرف أن ده فرد فرد للمرأة زي الجهاد بالنسبة للرجل وأن عليها أن تتزود بالقراءات لأنك يعني إحنا مساقنا القرآن والسنة وأيضا نزيد عليهم بالسيرة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيها أقوال وفيها أفعال تؤكد يعني ضرورة التزام المرأة بحجها بس إحنا ناخد من الغرب زي بوي التطور في الزي نعم التطور حتى لا يحصل القيد أو المل أكيد لكن دون إصارة غرائز أو دون الحياة اليوم في هذا العصر بدون قيد وبدون شرط مع الالتزام طبعا بما يقول مدينة الإسلامي أول السؤال بس تاني يعني أنا بخطب أنا فقط بخطب شكرا نجمتنا نجمة الشاشة المصرية لا 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 نعيز والله حابين نقعد أكثر معك وسنبقى معك ونستمع إليك أكثر بعد هذا الفاصل حجابك جميل وأنت جميلة بحضورك وبكلامك وبروحك نجمة الشاشة المصرية سيدة مديحة حمدي شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم وبعد الفاصل مشاهدينا صحة هنا موضوعنا متعلق بالصحة النفسية وهو الصلاة والتعبد هل هي حالة ارتقاء روحي أم حالة تعبد وخوف نحن نعيش انتمائنا الديني منذ ولادتنا فنتبع طقوسه وتعاليمه لكن هل ممكن أن يتحول الدين إلى عبء على المرأة في المجتمعات الملتزمة فاصل ونواصل فقرة صحة هنا في كثير من الأحيان نتنفس انتمائنا الديني منذ الولادة ونعيش طقوسه بشكل تلقائي ونتربى على قيوده بين الممنوع والمسموح دون أن نطرح الأسئلة فتتحول حالة الصلاة والتعبد في حياتنا إلى حالة من خوف من عقاب الله إذا لم نلتزم بتعاليمه نعم السؤال يا أسمن الذي يطرح هل هو حالة صراع مع الذات مع تحول العبادة إلى حالة من الخوف هل العبادة عبء على المرأة في المجتمعات الملتزمة أن يجب أن تكون حالة ترفع روحية ترتقي إلى نوع من السلام الداخلي تقرير ونتابع العبادة دي شيء مهم جداً لأن هي البلنسي بتاع الحياة بتاع البناء آدم لأن لو ترك عبادته يبقى لا لا علاقة لهم بالله سبحانه وتعالى العبادة ما بين الإنسان وغب خالصها الواجه اللي يعني مش داخل فيها أي حاجة العبادة دي بيني وبين ربنا وربنا اللي بيحسبني مش الناس المرأة المسلمة الأصل فيها الإيمان والصلاة لا تنفك عن الإيمان وهناك ارتباط جوهر بين الصلاة وبين اليقين والإيمان على حسب يقين المرأة على حسب علمها يكون حرصها على الصلاة هي على بعض الناس عب لأنهم لا يعرفون جوهرها ويؤدون واجباً لكن على المحبين هي قرة عين إذن هي على بعض الناس عب لكن على المحبين هي قرة عين هذا ما سمعناه في التقرير إلى جانب بعض الأراء الأخرى التي تقول العبادة بيني وبين الله حول هذا الموضوع مشاهدين سنستقبل في الأستوديو الدكتور نبيل خوري وهو اختصاصي نفسي أهلا وسهلا بك دكتور نبيل أهلا بكم دكتور نبيل التربية الدينية في نظرك في مجتمعاتنا العربية الإسلامية هل هي تحرر أعماق المرأة فعلاً أم تقيدها أحياناً؟ والوضع مرتبط أصلاً بالثقافة الإنسانية والاجتماعية بالتنفس التي تحدثت حضرتك عنه في بداية حديثي إذا كانت مثقفة وقادرة على التمييز بين الحق والباطل والخطأ والصواب وقادرة على التقاء إلى مستوى الفكري المعنوي الذي يتوافق مع المفاهيم الديني تصبح متحررة لأن الدين يسر وليس عسر وأما إذا كانت جاهلة فستتمحور مواضيع الدين في أطورها الزهنية بشكل إكراهي إلزامي إلتزامي بعيد عن الواقع وعن الجوهر كما تفضل الشيخ الكريم وقال إذن المفتاح هو بثقافة المرأة في المرتبة الأولى وبتحررها من القيود الفلكلورية المتوارسة من أيام الوسنية القيود الفلكلورية دكتور دابيل هذه السابقة الحالية هل تستطيع أن تختصرها لنا؟ هناك قيود فلكلورية متوارسة من أيام الوسنية كما قلت ولكن القيود الفلكلورية اليوم الفلكلور هو ما يريدها الشعب ما يريحه هناك ممارسات تقصية تريح الناس من كاهل عبء ممارسات الدينية يعني تجعل منها ممارسات موسيقية منغمة قريبا متناول الشعبوية العادية الإنسان الطبيعي العادي أو الطفل الصغير البريء أو الإنسان غير المثقف يعتبرها وسيلة لولوج مسلك الفكر الفلسفي الديني ولكن وسيلة تسهيل وليست وسيلة تصعيب لذلك يعطي الفولكلور الشعبي أو حتى طرق إذاعة الدين والتبشير بالدين في كل أطوائل في كل مذاهب في كل أديان السماوية طابعا مجتمعيا بحثا ينطلق من القاعدة الأساسية التي يتمحور في خلالها ولو كان الدين شمولي طيب عندي لك عتاب صغير دكتور نبيل خوري وكأنك حملت المرأة عبء أو مسؤولية هي أكبر منها قلت حذرتك أن المرأة الجاهلة أحيانا تحول صلاتها إلى عبء أو ثقل ولكن المحيط ليس مسؤول أيضا إلى جانب جهل المرأة أحيانا بأمور عدة المرأة في المجتمع العربي ليست جاهلة المرأة مجهلة يعني إذا يتوقفوا من تزويج الفتاة في عمر 13 و14 سنة على الأقل في بعض المجتمعات ويفسحون لها المجال لترتقي إلى مستوى فكري أعلى لتدرك مفاهيم الحياة بالطريقة مقولبة بشكل ثقافي أكثر أنا تكيس بحكل شيء عليها سهلا الجهل عدو الإنسان الأول وطالما المرأة في المجتمع الشرقي جاهلة أو مجهلة إذا شئت سيكون كل ما تقوم به من أمور ولو كانت صافية ولو كانت قمة في الصفاء ستبقى أمور إكراهية إلزمك من واقع تجربتك المعاشة ومهنتك أيضا المرأة هل تصلي أو الفتاة مرغمة أم خوفا أم رغبة؟ أظن أن هناك مزيج من السلاثة معا في المرتبة الأولى هناك إدخال إقحام للمفاهيم الدينية في رأس الفتاة الصغيرة الطريقة العود يصبح شيء من الالتزام إذا شئت في إطار العائلة من باب الاستحسان الاجتماعي والفتيات يعني يعملنا جاهدات من أجل الاستحسان الاجتماعي ويكدنا في هذا الإطار بعد أن ترتقي إلى مستوى إدراكي معين في بداية المراهقة يصبح هناك رغبة في ممارسة الدين انطلاقا من قاعدة التواصل مع رب سبحانه وتعالى وفي المرتبة الثالثة هناك أحيانا صعوبة لممارسة الوجبات الدينية يعني أن ينتقل الإنسان من قاعدة سلوكية مريحة إلى قاعدة سلوكية مضنية يصبح الخلاص الوحيد هو في الممارسات الدينية وتحديدا التقصية التي تعطي حالمنا السرور السؤدد والطمأنيني لكن من المسؤول دكتور عن تحول الصلاة إلى عبء في حياة المرأة سوء التفسير كثرة الاجتهادات أعطاء الأمور الدينية مسوغات ليست لها أصلا الإنحراف عن القوالب الأساسية التي نهجها الأنبياء والمرسلون في سبيل تحسين البشرية ورفعها ورقيها الفكري والإنساني والمعنوي وترك الأمور فالتة من كل عقال يعني يكون زمان أمور التوجيهات الدينية في أيدي أشخاص معظم الأحيان بشر عاديين معرضين للمزالق معرضين للإنحرافات تحركهم غرائز وتحركهم خلايا دماغية أصلا منسوجة بشكل خاطئ ونؤسف أنه في معظم المجتمعات هناك من يعتبرهم مرجعيات هذا ما جعل الأمور الدينية تنحرف عن مسارها الأصلي الذي موجد من أجله الأنبياء والمرسلون نعم إذن ما هو الصراع الذي تواجهه المرأة ومفاعله أيضا يجب أن ترتقي أن تترقى المرأة أن تفكر أن تزهو بنفسها أن تشعر بأنها إنسانة متكاملة الخلق والخلق كيف تقول لا للتربية ولا المحيط يجب أن تثور يجب أن تتمرد أظن أن المرأة المسلمة أصبحت اليوم في محطة تمكنها من التمرد على هذه القيود التي تشبهه النير انظر إلى أوروبا مثلا متى أعطينا حق الانتخاب بالمرأة في بريطانيا أم الديمقراطيات في 1924 يعني في القرن العشرين هناك من يريد أن يبقي المرأة في محطة دونية مقارنة مع الرجل يجب عليها أن تثور نحن الآن لا ندعوها أن تتمرد على التعبد ولكنها تتمرد على الخوف من العبادة لترتقي كيف يمكن أن ترتقي؟ أن تتمرد على القيود المجتمعية التي تحول دون تغرقيها التي تحد من تطلعاتها تكون عبادة حالة رسقاء التي تضعف حطو محاطة لكن هذا الكلام كبير لأن هذه القيود المجتمعية هي موجودة بتعلة الدين والمرأة تستطيع أن تثور لطلب الكرامة ولكن ليس لتقول لا أمام ما يضعه الذكور من بنود دينية تقيدها أنا أظن أن المجتمع الإسلامي بصراحة المجتمع الإسلامي هو المجتمع الوحيد الذي أعطى المرأة حجمها الفعل الطبيعي ما بقي عليها إلا أن تتمرد على سوء التفسير يجب أن لا ننسى بأن في المجتمع المسيحي ليس هناك فعليا من دور للمرأة وصولا حتى القرن الـ 21 لا بالانتخابات ولا في التربية العائلية حتى هناك التقوص كانت تمارس في أوروبا تسمى بتقوص الكورتزان الكورتزان أي الصديقة الغانية هي التي تتعلم تتصقف فن الرقص والموسيقى ومشاركة الرجل في نشاطاته الاجتماعية بين المرأة هي الإنجاب والتربية الأولاد والتحضير الطعام تطور المجتمع الأوروبي إلى خرج من هذه القيود تحرر أعطق نفسه لأنه ثقف المرأة العوارض التي تجتاح وتظهر نفسيا على من تصلي لأنها تخاف لا لأنها تحاول أن تصل إلى حالة ارتقاء روحي الخوف جزء لا يتجزأ من المكنونات الدينية في بواطنه في طياطه هناك حالة معينة تزرع في نفس الطفل العوارض يعني مثلا؟ الرب لا يخيف الرب ليس مصدر رعب العوارض النفسية التي تظهر على هذه الفتاة لذلك تستشعر أولا حالة من عبدة الزنب إذا لم تمارس تقوصها بالشكل المطلوب تخاف من خلال عبدة الزنب أن تتعرض لعقاب ما في نفسها أو في أحد أفراد عائلتها وهذا ما يدخلها لاحقا في الوساوس القهرية تشعر دائما مهما فعلتها منتقصة؟ محبطة منتقصة لأنها تشعر دائما أن هناك من هي مدينة له وأن لم تعطي المطلوب وأن هناك دائما أمور يجب أن تدخلها في سياق حياتها اليومية وإن قصرت بها فسيحدث أمر ما وكيف أعلم دكتور أنني تصلحت مع صلاتي وأني بصلاتي أبحث وسأجد الارتقاء روحي أجمل المراتب مراتب التعبد وصلاة عندما يزرع أحد ما في رأسك منذ نعومة أطفالك أنه عليك أن تمارس واجب اللقاء مع الرب يوميا ومن خلال هذا الواجب يمكنك أن تتواصل مع نفسك ومع كل الأمور الإيجابية التي تنتظرينها من نفسك وتكتفي بهذا القدر إذن هي التربية والتنشئة دائما دائما التربية والتنشئة والثقفة تغيير الواقع كيف يمكن أن نبدأ بتغيير هذا الواقع؟ أظن أنه بدأ أصبحنا نشهد عم نقرأ كتب يبعثوني يهدوني كتب سيدات من مجتمعات خليجية مجتمعات أفريقية شمالية من مجتمعات لبنانية سورية عراقية عم يأتي كتب عم تعطي المرأة دورة عم تحفز الناس إلى فهم دور المرأة في المجتمع وأعطائها حجمها الطبيعي لماذا نبعث بأبناتنا إلى المدارس والجامعات؟ لأي هدف؟ لماذا نخرج من جماعات كبرى؟ لحتى يخلفوا ويجيبوا ليد في أنجم لكن رغم نقاط الاستفهام التي صارت تطرح والآت التي صارت تسمع هناك شريحة لبأس بها ما زالت لم تفهم القصة الصراع مستمر المعركة قائمة الدور الأساسي لنا نحن كرجال في المجتمع الشرقي العربي تحديدا ولنساء المثقفات أمسى لكنا أن يقومنا بدور ما في إطار مجتمعي إعلامي هل العالم جلوباليزيشن يعني خلاص في عولمة فينا نوصل الرسالة بطريقة سلسة ما ونسمع آذانا لم تكن صاغية في الماضي ما نريد أن نسمعها ونتقل عليها لتقوم معنا بهذا المشروع الذي سيأخذ عشرات السنين كيف تتعبد أو تتصلي دكتور نافيل حضرتك طوال أنا أمارس تقوصا عادية جدا وعلاقتي مع ربي علاقة واضحة جدا أنا عندي ممارساتي الخاصة أنا مثلا لا أحب الفولكلور الشعبي لا أحب عروض الأزياء في دور العبادة في الكنياء استحديدا كمسيحي العقس جميلة أنا بفوت ما بروح لتصلي ما بروح لتأحضر عرض الأزياء أنا بحب بروح فوت على معبده وهو فارغ لا وحدة باتصل بربي بعمل صلواتي بميرسة بحكي أناويه بشكل يومي ودائما أشعر أنه إلى جانبي لأن عندما أقوم بأي عمل أقوم به انتلاق من قاعدة ثقافية وقاعدة دمرية صافية ولذلك لا يمكن أن يكون ربي إلا معه وأظن أنه إذا وصلت هذه الرسالة إلى الجميع يصبح هناك فرق شاسع بين الممارسة التقسية الفولكتورية الخالية من الفحاوي الدينية الفكرية والسماوية الصافية والإيمان المسمر المعطاء الذي يكون صاحبه تركيز على الجوهر تركيز على الجوهر عندك دقيقتين دكتور لو تتوجهها للكاميرا وتعطينا نصائح من خلالها تصل المرأة إلى النشوة في تعبدها وأحلى مراحل الارتقاء الروحي خلال صلاتها تفضل أولا الثقافة العلم الشهادات يمكن ولكن الثقافة والعلم هي المحطة الأولى ثانيا التمرد على القيود الاجتماعية التي تعتبر بمثابة نير على عنق المرأة العربية أو الفتاة العربية التوافق مع الرب على المعادلة القائلة بأنه ليس مصدر خوف ولا مصدر تعاسى ولا مصدر حزن ولا مصدر تعب بل مصدر دعم وقوة ومثابرة ومواظبة وعناد وهو يساعد في الملمات والشدائد ولا يحبط ولا يوصل إلى الاكتئاب هو الوحيد الذي يمكن أن يبقى إلى جانبكم دائما بمجرد أن تدرسوا نقاط تحرككم ببداية طفولة وصولا إلى المراهقة ويكون هناك إشراف فعلي عليكم وإذا لم يكن هذا قائما أعتمدوه على أبنائكم شكرا شكرا لك دكتور نبيل خوري الاستشار النفسي لوجودك معنا في هذه الفقرة الملهمة ومشاهدين إذن لا تخافوا وتعبدوا بعد الفاصل سياستهن موضوعنا حول المشاركة النسائية في الثورات العربية فالمرأة العربية كانت شريكا سويا بالرجل في غالبية الثورات العربية هي التي ناضلت إلى جانب الرجل دون أي تفرق أو تمييز عنه فكيف كان حضورها الفعلي نتفاصل بعد الفاصل مرحبا بكم مجددا مشاهدين كثيرة هي المواقع الإلكترونية وأراء أهل الاختصاص حول الأعداد المتقاربة بين الرجال والنساء في ساحات الاعتصامات من أجل إسقاط الأنظمة نعم بثينا وحتى أن هذه المواقع وهذه الآراء تشير إلى أن المرأة كانت شريكا متساويا مع الرجل في الثورات والتظاهرات الشعبية والتعبئة وقد خطفت وجرحت وضربت وأيضا دفعت أثمانا كبيرة مثل الرجل من أجل الحرية والتغيير نعم السؤال الذي سيطرح في هذه الحلقة الافتتاحية من حلقات تلقي الضوء على المشاركة النسائية في كل دولة أسقط النظام فيها أو في طور السقوط هل فعلا الحضور النسائي في الثورات العربية يوازي حضور الرجل من حيث الأهمية والفعالية وهل الحضور النسائي في صحة الثورة فرض تغييرا حتميا لواقع المرأة السياسي والاجتماعي في تلك الدول ثم لماذا المرأة ما بعد الثورة ترفع صوتها عاليا خوفا على فقدان مكتسباتها تقرير مشاهدين ونتابع على ذمة المواقع الإلكترونية تعتبر المرأة شريكا فاعلا في أغلب الثورات العربية هي التي نادت بحريتها ودفعت أثمانا لا تقل عما دفعه الرجل والمرأة صنعت الثورة في تونس هتفت بالحرية في ميدان التحرير وكانت حاضرة للخطف والموت في ليبيا وهي اليوم تعيش هاجسا واحدا مشتركا هو الحفاظ على مكتسباتها في المرحلة المقبلة لكن السؤال المطروح هل ما ورد على ذمة المواقع الإلكترونية هو اعتراف صريح أن المرأة شريكة للرجل في كل هذه الثورات؟ وهل قادت ثورة بلادها أم ساعدت في إسقاط الأنظمة؟ والأهم لماذا تعرضت للتهميش في صميم حضورها ودورها وفعاليتها؟ إذن حول وجود وفاعلية المرأة في الثورات العربية يسعدنا أن نستضيف هنا في الأستوديو معنا سيدة عبلة أبو علبة نائبة في البرلمان الأردني أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أيضا أرحب بك ربيع الهبر خبير الإحصاءات وجودك معنا جدا مهم اليوم أهلا وسهلا أول سؤال لك عبلة أنت أيضا أمينة حزب يساري أردني حزب الشعب الديمقراطي الأردني وبالطبع مطلعة على كل ما يجري هل واثقة أنت من أن المرأة شريك فعلي في الثورات؟ شكرا جزيلا لاهتمامكم بهذا الموضوع الجوهري ونحن نحتفي بالمرأة العربية لأننا نحتفي بالديمقراطية في العالم العربي وبعنوان الثورات في العالم العربي والاحتجاجات على مختلف مستوياتها هو عنوان الديمقراطية بمعنى المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمساواة والحياة الكريمة هذه العناوين الرئيسية هي التي شكلت جوهر القاعدة الرئيسية لهذه الثورات ولهذه الاحتجاجات أود في سياق الإجابة على سؤالك أن أطرح نقطتين مهمتين جدا النقطة الأولى أن سمت هذه الثورات هي أنها التي وقعت تحديدا في كل من تونس ومصر حاليا والتي تقع الآن في اليمن على سبيل المثال هي ثورات ذات طابع شعبي عريض بمعنى أنها شملت كل الفئة تقريبا كل الفئات الاجتماعية المضطهضة من وجود النظام القائم ولهذا السبب كانت مشاركة المرأة مشاركة واسعة جدا على مساحة هذه الفئات الاجتماعية هذا من حيث التكوين إذا أردنا أن نتحدث نعم على هذا الصعيد لكن بذات الوقت أود أن أشير إلى نقطة ثانية مهمة جدا وهي أن هذه المسألة ليست مفاجئة فالمرأة العربية قد شاركت في معارك التحرير ضد الاستعمار الفرنسي والبريطاني في القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين ولهذا السبب يعني هي الآن لديها تراث عريق عمل مساعد أم شريك وجود المرأة هي تسعى أن تكون شريكا أنا أقول أن هذه المسألة ليست رغبة ذاتية مني أو من أي أحد آخر لكن إذا كان هي شريكة في الموت وفي الضرب لماذا هي ليست شريكة وتسعى أن تكون شريكا هي في الميدان كانت شريكة حقا ولكن في الحقوق ليست كذلك حتى الآن الحقوق ليست كذلك سيد ربيع نعرف بأنك خبير أحصاءات الأعداد حول من استشهدنا في الثورات العربية غير واضحة وغير دقيقة ما الذي يجريه؟ الذي يجري أنه كل الأعداد غير واضحة يعني إذا بنا نروح على الثورة بمصر يمكن هي الوحيدة التي يمكننا أن نعرف كما هي الأعداد التي تشهد وتجري المحكمات على أساس هذه الأعداد ولكن أعداد المشاركة الفعلية للمرأة هي غير واضحة لأنه في الثورات عادة يكون في وضع فوضى وما حدا فاضح يقعد يعده يعمل أحصاءاته لكن حسبوا أعداد القتلى الذكور حسبوا أعداد القتلى المحتجزين والمرأة لماذا تنسى؟ لم تنسى المرأة هن ذكروا عدد الضحايا ولم يجري التمييز بيقولوا سقطت هالأدد شهدها بالهالثورة وهالأدد صار فيه ضحايا وهالأدد جرحة ولم يجري التمييز وهذا شيء منيح للمرأة ليس شيء عاطل إذا بنا نعمل تمييز جندري أو بنجي نقول هالأدد رجال هالأدد إنس بيكونوا عم بيهمشوا دور المرأة فإذا المرأة شريك فعلي في هذه الثورات منشان هيك لم يجري التمييز بين هذين هل من الأرقام واضحة لديك حول ما يليك؟ حاولت جيب أرقام قبل ما أجي على هالحلقة اللي معكم فما في أرقام واضحة ما في حدا عنده أرقام واضحة في تعتيم على الأرقام وفي حتى يعني وضوح بالأرقام العامة في تضارب بالأرقام يعني حتى مثلا بسوريا بتشوفي أنه في عدم شفافية بالرقب هنا أنتقل إلى سيدة عبلة يعني المرأة وهي تناضل تشعرين لديها خوف على المكتسبات لاحقا وهي تناضل وأثناء النضال أو في بعض المراحل المفصلية تغيب تهمش وهذا جرى وأيضا يعني هذا يجعل مننا قد نتخوف على إجهاد ثورتها هي كأنثى في تحصيل المكتسبات النهائية ما رأيكي؟ شكرا ستبثينا على هذا السؤال الجوهري ما تقوم به المرأة الآن هو جزء عضوي من الثورة الوطنية والاجتماعية العامة ليست منفصلة عنها بالضرورة ليست منفصلة عنها وكل من يريد أن يفصل ما تريده المرأة أو ما يسمى بالثورات النساء ما في ثورات نسائية في ثورات اجتماعية ديمقراطية تشارك فيها المرأة لأن لها مصلحة مباشرة في المشاركة لها مصلحة مضاعفة في المشاركة لأنه لا يمكن أن يتم استعادة حقوق المرأة إلا باستعادة الديمقراطية إلى المجتمعات العربية ولهذا السبب هي تشارك الآن لكن ليس بالضرورة مثل ما تفضلتي تماما ليس بالضرورة أن تعني مشاركتها هو تلقائيا أن تصلها هذه الحقوق بعد ذلك لأن عسبي للمثال نعطي أمثلة محسوسة في تونس عندما شكلت بعد سقوط النظام السياسي عندما شكلت أول حكومة لم تشارك فيها إلا امرأتان فقط من أصل 22 في مصر امرأة واحدة فقط ومحسوبة على الحزب الوطني ولا ندري فما بالك ما الذي سيأتف في اليمن لكن هل تعتقد سيد عبلا أن نضال المرأة اليوم سيساعدها من الخروج من قلقعتها من سيطرة الرجل داخل المجتمع؟ هو ليس سيطرة الرجل أنا أود أن أصح إذا سمحتولي أتقدم بما أفهمه من تجربتي حول هذا الموضوع في الحركة النسائية الأردنية والحركة النسائية العربية إجمالا ليست المسألة هكذا بقدر ما لها علاقة بالتطور الديمقراطي نفسه في ظل الغيابة الديمقراطية تغييب حقوق النساء وتغييب حقوق العمال وتغييب حقوق المهمشين وتغييب حقوق الشباب وتغييب الحقوق الاجتماعية بوجه العام وهذا ما يجري وجرى الآن لذلك قراءتنا نحن للمشهد السياسي العربي جدا مهم أن يكون جدليا وليس متعصبا وليس استقطابيا وليس متعصبا بمعنى لفئة نحن بالضرورة منحازون للحقوق أينما كانت هذه الحقوق جميل سيد ربيع أنت مراقب للوضع أين وجدت المرأة بالموازاة بالمساواة تماما كانت في عطائها الثوري مثلها مثل الرجل يعني بقدر ما أطيحها للمرأة أن تعمل عملت هلأ حسب خشونة الثورة يعني إذا تشوفها بالثورة المصرية كانت المرأة أكثر ظهورا منها بالثورة الليبية لأنه أول شيء المجتمع المصري ليس منغلقا كالمجتمع الليبي بعدين الثورة المصرية كانت أكثر سلما من الثورة الليبية مراقبتك لوضع المرأة في الأردن وهي أيضا مقبلة على تقدم وعلى التطور وعلى إصلاح ما هي المعوقات أو ما هي ما تحتاجها المرأة الأردنية كي تتور على نفسها على تقاليدها على المجتمعها لا المرأة الأردنية متقدمة أنا كثير قريب من الأردن ونجول الأردن بس طبعا فيه جرائم شرف وفيه تخلف فيه تخلف طبعا بس المرأة الأردنية هي مرأة عاملة هي مرأة منفتحة فيه حرية هي مش حرية كبيرة ولكن لا نلغي أن الرجاء قوامون على النساء بالمعنى العام كمان بالأردن يعني الفكرة العربية هي فكرة الرجال قوامونها على النساء ما فينا ما فينا ننسى هيدا الشيء منشان هيك كل ما باعتت عن المدن الكبرى أو عن عمان بصير فيه يعني هيكي نوع من الانغلاق على المرأة خليني نتواجه للسيدة عبلة ودورك كنائبة في البرلمان لمناصرة المرأة فيما يتمثل في الأردن أولا أود أن نشير إلى التالي لم تحدث ثورة في الأردن لدينا احتجاجات اجتماعية في الأردن لم تصل إلى مرحلة الثورة العامة بعد ولهذا السبب مشاركة النساء في الميدان مشاركة محدودة وتركز أكثر وهذا مسألة نقضية على كل حال يعني أنا أقولها من الباب النقضي تركز أكثر المرأة النخب السياسي على مسائل المتعلقة بالقوانين ولأنكم سألتوني على البرلمان دوري في البرلمان فأنا سأتحدث عن قوانين عن مشاريع المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في القانون البلديات على سبيل المثال قانون البلديات سلطات المحلية يعني عدل هذا القانون كانت نسبة المرأة 20% الآن نسبة المرأة ارتفعت إلى 25% وهي ليست نسبة مرضية لنا ولكن ولكن أحسن من 20% سنطلب منكم توصيف في كلمة لكل امرأة عربية لو قلنا مثلا المرأة اللي أخلنا نبدأ بالتونسية توصيف لها هي هي الأكثر المرأة التونسية هي الأكثر تطورا ورقيا والأكثر حظوطا بالقوانين المتقدمة كلمة واحدة المصرية المصرية تاريخيا هي الأكثر عراقة السعودية المستقبل سيكون لها ولك أيضا سيد رفيع للمصرية هي العصر القادم وعصر الفراعن هي التاريخ والمستقبل الليبية يجب يكون إلى الدور لا يوجد مرأة في ليبيا وبالقيس العرب اليمنية رائعة اليمنية هي حضارة مقبل التاريخ بعد المغربية متطورة وجهة على أوروبا نحن سنكون طبعا مع سلسلة من الحلقات حول خصوصية كل إمرأة في كل دولة مشاهدين نسكركم على حضوركم معنا سيد ربيع الهبر وأيضا نائبة البرلمان الأردني سيد عبل أبو عالب سمحيلي بجملة قبل أن ننهي هذه الحلقة أنا أتوجه بكل التحية والتقدير للنساء الفلسطينيات التي حررنا حديثا 27 إمرأة على طريق أن يتحررنا جميعا وكل المحررين وتحية لكل الشهيدات في الميادين في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا بالطبع وفي كل مكان شكرا على هذه الجملة وأيضا تفضل آخر كلمة على عكس كل السورات العربية ما يجري في سوريا أن المرأة السورية هي في دور القيادة هذا برأيك تحليلك لما يجري في سوريا لا مش تحليلي وائع ناطقة باسم المجلس أنت قالي المجلس وطني هي مرأة على عكس كل السورات العربية كانت بمركز الإيادة هنزكور شكرا على هذه الكلمتين وعفوا المرأة الفلسطينية والسورية اللي منسنا همش ومشاهدين فاصل بعد فقرة إضاءات روائية جريئة من السودان هي سيدة بوثينا خضر مكي وهي ضيفة إضاءات لهذه الحلقة من هنا فاصل ونواصل مرحبا بكم مجددا مشاهدين بأغنية النار أحرقت رواياتها الآن الذكرية المستقوية بلا منطق وبغطاء الصمت المدوي تغلغلت إلى عمق انتمائها وهويتها وبأطياف الحزن تشابكت الأزمنة على صفحاتها بلا توضع إذن هي الروائية السودانية بوثينا خضر مكي طرحت في رواياتها عنوين وجودية بقلم جريئ ويقال أن أجر رواياتها حجول من شوك وهي اليوم إضافة حقيقية للأداب السودانية تقرير المشاهدين ونواصل هي أديبة سودانية رائدة معلمة ومترجمة في رصيدها عدد لا يستهان به من الأعمال الروائية والقصصية هي بوثينا خضر مكي أنا بدأت الكتابة من السودان وقد تعوده في اتحاد الكتابة السودانية منذ الثمانيات لكن بعد ذهبت للإمارات وتيحت لي فرصة أنه فصوة الطباعة الحقيقة طبحت مجموعات قصص ورواية المرأة السودانية كانت لا تساير مع زوجها إذا كان يعني سافر خارج غريتها أو خارج مدينة اللي هي دعيش فيها فأنا عليت المشكلات دي مشكلة عدم الإنجاب مشكلة الزواج بأخرى مشكلة التفاعل مع مجتمع آخر غريب الاختراب الهجرة السياسية أشياء كثيرة يعني في المشكلات نحن الآن نعالج مشكلات معاصرة يعني نحن كمجتمع يعني المرأة اليوم المرأة في كتابات بوثينا خذرمكي غيرها عند المرأة عند الطيب صالح إنه هذا جيل وهذا جيل اهتمت بوثينا اهتماماً خاصاً بتاء التأنيث وما يلحقها من قصور اجتماعي ولسيما في السودان فبدى واضحاً في كتاباتها حضور المرأة بشكل كبير بين صفحات رواياتها في خطوط حمراء لا يجب أن تتخطاها المرأة في الكتابة وقليلات ما تحلين يعني بالشجاعة وكتبنا يعني دون غيود لأن الكتابة الإبداع أنا أقول دائماً إنه حينما أكتب حينما أمسك القلم لأكتب أبداً لا أتذكر سواء كنت أنا امرأة أو رجل هو قلم أكتب به كما أكتب به الرجل فالذي يخرج من لدن هذا القلم هو عبارة عن فكر إذن حضرت في رواياتها المرأة كما ذكر لنا التقرير وهي تحضر معنا الآن في فقرة إضاءات من برنامج هنا لهذه الحلقة أهلا وسهلا فيك أهلا بك أهلا برنامج إضاءات وبقناة الحر سيدة بثينا خضر مكي ذكرنا في بداية المقدمة بأن الأنى الذكورية المستقوية بلا منطق رواياتك حاربتها حوالت ترويضها حرقها إلى أي مدى على قدر ما ستستطيع المرأة المثقفة اليوم أن يعني تبرز أو تقوي مكانتها أمام الرجل المرأة المستضعفة المستسلمة الآن غير موجودة وأقول أنه مثلا في رواياتي المرأة الشخصية الكاركتر المرأة السودانية غيرها المرأة المرأة في رواد طيب صالح المرأة كانت قديمة مستكينة ومستسلمة والآن المرأة تمارس قدر من الحرية بقدر من الكفاءات والقدرات الفكرية والعملية جميل طيب أنا أستغرب تغلغلتي لعمق انتمائك ولكن بغطاء من صمت كيف؟ ربما بعض المقدسات بعض التابوهات الخاصة بالظرف الاجتماعي يعني تفرض على المرأة على الكاتب يمكن عموما ربما الرجال يتمردون أكثر إنما المرأة يلزمها في بعض الحالات غطاء من الصمت ولجوء إلى الرمزية في أشياء كثيرة من هي المرأة التي تعتبرينها الأكثر خضوعا في العالم العربي؟ بصراحة في العالم العربي المرأة التي لم تنال قدر من الثقاف والعلم من هي؟ من هي؟ من؟ لو قلنا جنسية من تعتبرها الأقل؟ التونسية المصرية السودانية بصراحة وشفافية يمكن السودانية لحد ما هي متحفزة وتمارس عليها ضغوط اجتماعية يمكن لحد ما أكثر كيف عبرتك عن هذه العناصر كلها في روايتك؟ الانتماء الوجود المجتمع الذكوري الانتماء بصفة عامة هو يبرز من خلال الكتابات يعني من طريقة الوصفة الجغرافي الوصفة الاجتماعي يبرز يعني المتماعين في كتابات بوسينا خضرماكيم يمكن مباشرة يدرك أنها كاتبة سودانية من شمال السودان البيئة الموصوفة وهي أقرب إلى بيئة الوصفة عند الطيب الصالح الشمال النخيل النيل الطغوص العبور عند العالم سيدة بوثينا نعلم أن الرواية في حياتك قادتك لقول لآت غير مباشرة قلت لا سياسية لا اجتماعية لا إنسانية لو نقول بوثينا في حياتها في مجتمعها أي اللآت تقولين وهل تجرؤين على أن تقول لا مباشرة صدحال وأي اللآت طبعا أنا الآن بعد هذه التجربة وهذا العمر أقول كل اللآت بصدح كلها عدتيها طيب تفضل إذن قولي أنا الآن امرأة تكتب بوعي وبعد تجربة الآن تخطيت مرحلة من الشباب يمكن وانا في عمر ناضي أستطيع أنا الآن عضو في المجلس الوطني أقول صوتي لا لشيء لا للكبت المرأة لا لإنهزامية من جانب المرأة بعض النساء حتى لوتيحت لهنا فرصة الحرية يتراجعنا استسلاما عادي ترجع البيت عادي عادي تشتغل هذه نوع من الإنهزامية يعني فيه نساء رائدات كافحنا كثيرا وقاومنا يعني قوة من الاستجاد القهري حتى يدرك جيل اللي بعدها يعني هذه المرحلة من التحرر في الفكر في العمل لكن هناك نجد بعض النساء يعني يحاولون الرجوع الوراء كأنهن يحرغن كل المكتسبات التي مدّبتها لهم النساء الأوائل نعم الأنماط البشرية والأزمنة أيضا هي كانت ضمن العناصر التي عبرت عنها في رواياتك أخبرين أكثر عنها أنا عبرت عن المرأة في فترة من الفترات كانت المرأة السودانية لا تفارغ مكانها يعني حتى برفغة زوجها لا تسافر ثم جاءت أجيال بعد ذلك تسافر برفغة الزوج للدراسة للعمل ثم جاءت في مرحلة من عمر السودان كانت مرحلة النزول صارت حتى البنات هذه كانت غير موجودة أصلا في المجتمع السوداني بنات غير متزوجات يخرجنا للدول الأوروبية لأماكن أخرى يعملنا في أماكن يمكن كان محظور فيها العمل المرأة السودانية محظور عرفيا يعني اجتماعيا نعم بكلمة كيف تصفين المجتمعات الذكورية بكلمة هي مجتمعات لن أقولها متسلطة لكنها مجتمعات أبوية أبوية العولمة الجارفة لكل هذه القيم المتنوعة لها سلبياتها أكثر من إجابياتها تاء التأنيث ونون النسوة في رواياتك حاضر تاء التأنيث حاضرة في كل رواياتي نون النسوة حاضرة بكل النضي والوعي والالتزام أيضا نعم الأزمنة والأنماط البشرية أجبتنا عنها من خلال مشاهداتك لما يجري اليوم في السودان وخارج السودان ما هي خيباتك بما يتعلق بموضوع المرأة المصهر المصهر الآن المحبط لواقع الأسرة العربية لواقع الأسرة السودانية في أشياء كثيرة يمكن الضغوط التي تكون عالمية الضغوط الاقتصادية ضغوط المجتمع نفسها الضغوط من قبل الأسرة من قبل الأبناء التي أحيانا تعوق دون تقدم المرأة في عملها أو دون تقدمها الفكري أو تقف حجر عسرة بينها وبين أشياء كثيرة تعد المرأة انطلاق عليها لآفاق يمكن لا حدود لها هذا حلم والواقع شيء آخر محبط سيدة بوثينا لو نسألك كيف ستعت جمع بين الواقع المرير للمرأة في السودان والقلم الرومانسي أو قلمك الرومانسي في الرواية هو الواقع ليس مريرا مريرا يعني صحيح هناك بعض المحبطات إنما يعني الوجود الوجود داخل المجتمع السودان وجود جميل يعني الأسر مترابطة المجتمع فيه نوع من الانتماء القوي إنما تأتي المحبطات كما تأتي على كل الدول فقط نحن علانا إضافة مشاكل الحرب الأهلية وكذا يعني أشياء أحيانا تكون محبطة إنما هذه الرومانسية التي تقول لنا هذه يعني لشخص عاش في محيط النيلي ماكي مستغيرة منطقة جميلة مليئة بالتراث مليئة بالمحبة يعني أنا عشت في شمال السودان في قرية في مدينة شندي قرية على النيل مدينة شندي قرية غرب شندي على النيل وعشت طوال حياتي في مدينة شندي وفي الخرطم الأماكن جميلة سيدة بوثينا في دقيقة أطلب أنك أن تنظر إلى الكاميرا وتوجهين كلمة للمرأة السودانية ماذا قدمت هي لرواياتك وماذا حاولت أن تقدمين لها من خلالها المرأة السودانية مرأة السودانية الجميلة التي قدمت لي نماذج بعضها بعض النماذج يمكن ضعيفة ومكسرة بعضها مليئة بالثبات وبالشجاعة وبالمكافحة من أجل الأسرة ومن أجل مجتمع أجمل وحاولت أنا أقدم لها من خلال عملي كرئيسة رابط الأديبات السودانيات أولا كمدرسة في مرحلة ثانوية حاولت أن أقدم أن أخدمها في القضايا الفكرية أكثر حاولت أن أقدم من خلال رابط الأديبات السودانية التدريب والعون من أجل أن تكون هناك امرأة مبدعة كاتبة واثقة من نفسها تتحلها فرص في نشر العلم والمعرفة سيدة بثينا خضر مكي شكرا جزيلا على حضورك معنا وإن شاء الله بالمزيد من التوفيق في حياتك هكذا نكون وصلنا مشاهدين نهاية حلقتنا لليوم اتصلوا بنا وتواصلوا معنا على هنا أتلحرة.com طريقكم طبعا للاتصال وتواصل إلى جانب صفحة الفيسبوك هنا ما بقى لي لنقلكم تصبحونا على لا آت المشروع اشتركوا في القناة